في أغلب الأوقات إن لم يكن كلها يعني أو معظمها كلامي هنا بيبقى من القلب للقلب يعني كلامي بيبقى كواحد من جماهير النادي الأهلي طبعا في رسالة وفي أهداف دايما علام النادي الأهلي أو كل وسائل علامة طبعا النادي الأهلي بتسعى لتحقيها لكن في نفس الوقت بنحط في اعتبارنا قدام عينينا جماهير النادي الأهلي فعشان كده لما بنتكلم أو بننتقد بيبقى أهدافنا أن إحنا نصلح أخطاءنا وإحنا كان عندنا أخطاء كتير جدا الشوت الأول ما تقدرش فيه تلوم كولر بأي شكل من الأشكال كولر واحد من المدربين اللي تجربته في بداياتها تحمسنا لها جدا وحتى لو كان فيه كبوة أو سقطة ما أعتقد أنه رصيده يشفع بشكل كبير جدا لكن واحدة من أكتر الحاجات اللي هكنا بنتكلم فيها على تميز تجربة كولر هي فكرة التدوير هي فكرة ارتفاع المستوى الفردي قبل الجماعي لعدد كبير جدا من اللعابين اللي اتطوروا بشكل كبير مع كولر وانعكس ده بشكل إيجابي على مشوار الأهلي السندي وانعكس ده كمان على الشكل الجماعي للفريق واحدة كمان من حاجات اللي عجبتني في شخصية كولر هي صراحته وموضوعيته في كل مؤتمراته الصحفية كان دايما بيكلم بشكل موضوعي جدا لما بيحس أنه فيه خطأ بينسبه نفسه وبيتحمل هو مسؤوليته وده اللي يمكن شوية نزع لنا منه بالذات بعد مطش مبارح طيب خليني قبل ما اروح لسيناريو مبارح اللي لازم نهايلايت كده احنا غلطنا في ايه عشان نحاول ان احنا ودي وجهات نظر وكولر اعتقد اول حد مهم جدا انه يشتغل مع التيم بتاعه مش التيم الفريق المساعدين بتوع الجهاز بتاعه على ايه الأخطاء اللي وقعنا فيها مبارح وايه الحاجات اللي محتاجين يشتغل عليها بقوة عشان نلحق مطشين صعبين جدا ان شاء الله بإذن الله قبل ما نوصل النهائي في مواجهة سانداونس خليني اقف مع حضراتكم مع اهم اخبار الاهلي النهاردة في الاهلي نيوز روم طيب واحد طبعا النهاردة راحة بكرا ان شاء الله هيكون فيه تمرين صباحي بعد التمرين الفريق هيتلع على المطار عشان يبدأ رحلته لجنوب افريقيا يصل جنوب افريقيا بإذن الله بالسلامة يوم الخميس يبقى فيه تمرينة خفيفة يوم الخميس برضو بعد كده تمرين تاني الجمعة وتمرينة الأساسية هتكون ان شاء الله السبت والمواجهة الحد سبعة بتوقيتنا هنا في القاهرة مواجهة في بريتوريا أنا آسف مواجهة الاربع هي لا تكون في القاهرة واعتقد انها هتبدأ الساعة خمسة ظهرا الساعة خمسة ظهرا لكن في جميع الاحوال مواجهتين زي ما قلتلكم من أصعب المواجهات للأهلي عد كده معايا ان شاء الله بإذن الله يعني إذا قدر لنا ان احنا ننجح في مشوار كاس العالم فهيكون عندك مباراتين على الأقل من عرتي واحدة مع اتحاد جدة وإذا قدرت تتخطى اتحاد جدة هتكون مع بطل كوبة ليبرتادوريس دول مطشين بشوفهم من أصعب المطشات في الموسم مبارات سانداونز لو نجحت فيها بشوف انه الأهلي قطع شوت كبير جدا يعني بشوف ان المطشين اللي جايين مطشين قبل النهائي هم النهائي الحقيقي هم النهائي المبكر أصعب بعد كده من لو وجهت الوداد أو الترجي أو حتى ان ينبقى ومازنبي اللي ممكن شوية يكونوا بعيدة عن الصورة لكن بشوف انه الأهلي وسانداونز الفريق اللي هيعدي منهم فرصوا كبيرة جدا في تحقيق اللقب وبعد كده عندك الشامبيونز ليج لو حطيت في الاعتبار انك برضو نجحت في نهاية المشوار بصرف النظر عن دور المجموعات لو نجحت في نهاية المشوار هيبع عندك مطشين أو أربعة قبل النهائي والنهائي لو نجحت يعني انك توصل للمرحلة دي هم برضو الأصعب على المستوى هذه التحديات الحقيقية هذه المطشات الحقيقية اللي بيبان فيها معدن الفريق وقدراته ما يهمنيش أو ما بقس قدرات النادي الأهلي على مطشات في الدوري أو على مطشات في الكاس لأنه أنا عارف ان الفوارئ كبيرة جدا فسهل انك انت تظهر وتلمع وتعمل اسكرات لكن المحك الحقيقي أو التحدي الحقيقي وأنا عارف انه معدن النادي الأهلي بيظهر بشكل كبير وروح النادي الأهلي بتظهر بشكل كبير في المطشات دي والروح يمكن غابت شوية في مطشين بتوع سيمبا إن شاء الله بإذن الله يمكن جهاز شغال طبعا على ملفات أنا مش عايز أتكلم في أسماء ومش عايز حضراتكم تتاخدوا الفكرة مين شارك ومين ما شاركش إذا كان فيه لعيب جاهز ده يقينا وثقة مش بس مع كولر مع كل لعيبة يعني مع كل موديل فنيين مفيش لعيبة هيبقى جنبت جاهز على الدكة أو جاهز في السكواد النادي الأهلي بشكل عام أو جاهز في أي فريق وممكن يضيف أو يعمل إضافة ومدير فني مش هيشركه مفيش مدير فني ممكن يظلم نفسه أو يظلم فرقته بقى أي شكل من الأشكال ما تطلعه من الحتة دي لإنه الجدل بقى فيها كتير والناس بتتكلم فيها كتير وأعتقد إنه فيه لعيبة محتاجة تراجع حساباتها وكولر هيراجع حساباته مع أسماء كتير جدا في الفريق بيتم تجهيز متولي ونادف اكتمل برنامج تأهيل بتاحهم وبيتم تجهيزهم حاليا عشان يكونوا موجودين مع الفريق موكوين المدير الفني يمكن اتكلم واشتكى بشكل كبير من ضغط المطشاط مدرب مدير فني السان داونس طبعا اللي هي واجه الأهليوم الحد اشتكى بشكل كبير هو عنده إصابات ضربة الفريق حوالي 7 أو 8 أسماء بس منهم أربعة مؤثرين جدا منهم أربعة مؤثرين جدا 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 هنتكلم بالتفصيل وهتابع معكم أخبار الأهلي وهم أخبار سان داونس لكن اسمحوا لنا فاصل ونرجع لحضراتكم في السلسة